بسم الله الرحمن الرحيم بكل عام وانتم مخير ان شاء الله ما بصدد كورس تغييت محاصيل مقاومة للآفات طلبة كلية الزراعة نعمة النوفية النعمة الرابعة شابط المحاصيل وده ان شاء الله المحاضرة الاولى قبل من نتكلم على المحاضرة الاولى بنقول محتوى المقرر سنتبقى عن تربية النبات كمدخل لتربية المحاصيل سنتابقى لتربية المحاصيل على الجزء الاوليون لمقاومة الامراض النباتية وبعدين تربية المحاصيل لمقاومة الحشرات ومعضرة تربية المحاصيل لمقاومة الحشائش المتطفلة eliminated تربية المحاصيل لمقاومة المبيدات الحشاش بعد كده تربية المحاصيل لمقاومة النيماتودة تربية المحاصيل لمقاومة الطيور تربية المحاصيل لمقاومة القواقع والبزاقات وبعدين استخدام محاضرة عن استخدام بيوتكنولوجي في تربية المحاصيل لمقاومة الافات طبعا نحن نعرف أن الأفات مجموعة من الكائنات الحية تواجد على النباتي الاقتصادي أو حوله فبتنفسه الغذاء والماء والمكان سبب ضعفه وقلة إنتاجيته أو موته مما يسبب نقص في مصادر مقومات حياة الإنسان تشمل طبعاً مسببات الأمراض النباتية والحجرات والعناكب والديدان الصوبانية والبكتيريا والفيروس والأعشاب الضارة والقوارض وبعض الطيور والقواقع والبزاقات والرخويات أبوماً دي كلها تشمل الأفات معظمة وتعتبر طبعاً هذه الأفات بأنواعها المختلفة من أهم عوقات النمو والصور الزراعي وقد تزداد الأفة في أعدادها وكسفتها حسب توافر ظروف النمو لها مع عدم المتابعة أو المقاومة النجحة مما يصب معه في النهاية الأمر التغلب الكامل عليها لذا يقدر التنويق لأن هذه الكائنات لا تعتبر أفات إلا عند مواجهتها المباشرة مع الإنسان أو تأثيرها على التوازن البيئي تزداد الخسائر دي طبعاً عند ظهرها بععداد كبيرة نسبياً في البيئة الزراعية كما يتباين حجم الخسائر من منطقة لأخرى تبعاً شدة الإصابة والمعاملات والوسائل الاعتيادية المتابعة في مقاومتها ومن المعروف أنها تهاجم طبعاً النباتات بسبب خسائر بايزة في الانتاج الزراعي في مختلف بقاع العالم طبعاً في الآخر عند ظهرها بععداد كبيرة نسبياً في البيئة الزراعية ويتباين حجم الخسائر طبعاً من منطقة إلى أخرى طبعاً لشدة الإصابة والمعاملات والوسائل الاعتيادية المتابعة في مقاومتها طبعاً من ضمن الأضرار الزبول تلف النبات كما في أمراض التفحهم وأمراض التعافن وتوقف النمو وتأخر النمو لإصابة بالفيروس وكسرت بقى التكاليف أما حاجة الوقت تقص التكاليف التي تصرف على عمليات المقاومة طبعاً من استخدام المبيديات لذا فإن استخدام المبيديات طبعاً بيزيد من تكاليف العملية الإنتاجية بسبب تلوث البيئة ومن هنا تبرز أهمية إنتاج أصناف جديدة تكون مقاومة وراسياً للمساببات المرضية والحشلية السائدة في المنطقة مثل هذه الأصناف المقاومة تحقق الكثير من المزايا تغلب على مشاكل استخدام المبيديات في عمليات المقاومة واحتمال ظهور سلولات جديدة على الدوام من المرضية يجعل من الضروري استمرار عمليات التربية لإحتفاظ بالمقاومة يعني ما ينفعش برنامج يطلع عصامهم مقاومة وما أفعل كده لا لابد من استمرار زي هنقول بعد كده ومن الواضح أن اختلاف السلولات في قدرتها على إصابة عوائل تلفها ترجع إلى اختلاف تركيبها الوراثي واحتمال ظهور سلولات جديدة يجعل من الضروري استمرار عمليات التربية لإحتفاظ بالمقاومة طبعا جديد بالذكر أن برنامج لإنتاج صنف جديد مقاوم للأمراض والحشرات والعفاة يعلمون السائدة في المنطقة طلب خبرة كثيرة ودرايا تامة بالصنف النباتي المسبب المرضي طرق إحداث الغراء العدوى صناعية واختبار طريقة منازمة في عمليات التربية وغيرها من المعلومات الضرورية التي تهم مربي النبات سوف نتطرق لها في الجزء القادم بإذن الله قبل ما نخش في التربية المقاومة للأفات أو تربية المحاصيل للأفات سوف نتكلم عن تربية النبات كمدخل للمقاومة للأفات تربية النبات قبل سنة ثالثة تربية النبات تربية النبات وطبعاً يعمل في تربية النبات يسمى بلانت بريدر وفرع من العيوم الزراعية يبحث فيه لهم كذا تعريف لكن يبحث فيه تحسين الصفات الولاصية للنباتات التي لها قيمة اقتصادية بالنسبة للإنسان أهداف التربية أهمها الانتاجية العالية درجة أقلم تحسين تحمل الأصناف للزراعة والإبهادات لتطفع للوحة الجفاف والحرارة تحسين الجودة الكواليتي وتغيير طبيعة النمو والإنسان نحن نبقى بصاده حالياً إنتاج أصناف مقاومة للأمراض والحشرات من المحاصيل المختلفة فهذا الهدف الرئيسي ذات الإنتاجية وإنتاج أصناف مقاومة حتى نكون لدينا فكرة سريعة حتى نتحدث عن طريق التكاثر وعرفين طبعاً أن هناك تكاثر جنسي وفي تكاثر لجنسي نتحدث عن طريق اتحاد الكاميات المذكرة من المؤنسة وطبعاً عضو تسكير الطالقة والمتاع وعضو تقنيس المتاع فهذا الهدف الرئيسي يمكن أن تتكاثر لجنسي من المحاصيل المثال يمكن أن تمر بعمليات انقسام الميوزي وتكوين الجامطات والإصاب وهذا يمكنك التكاثر الخضري و التكاثر الى الجنسي و عن طريق تكوين البزور أموما تلقيح في نباتات تلقيح ذاتي و تلقيح خلطي تلقيح لقاح نفس الظهرة تنتشر في القمح والشعير والكتان والأرز تلقيح خلطي تلقيح اي حبوب نقاح تلقيح ظهرة اخرى على نفس النبات او على نبات اخر تنتشر في محاصيل الضوار الشمية والاساس ضوار الشمس والنخيل التلقيح الخلطي بقاء الظهرة مقفلة نضج حبوب تلقيح و الأصاف في وقت واحد موجود الأنبوة السودائية محيطة بالميسم موجود تلمع الأزرية بشكل مخلوطي حول الميسم مثل الطماطق تلقيح البشاكة على تلقيح الخلطي تكون نزلات ضيوشيست يعني صنعية المسكن أو وحية المسكن التفاق في بالك سيد دورة تفاوت و نضج أعضاء التسكير والتأنيس يعني فوق اللقاح والمياس في الظهرة تركيب الزهرة و موضع الأسدية بالنسبة للزهرة أو تكون في ظاهرة عدم توافق الزاتي أو العقم الزكري ماذا يا جماعة؟ طيب، إيه بقى هو عدم التوافق الزاتي الزنسي أو الزاتي بصاب له أن يكون جميع أعضاء التنسلية سليمة وتمت تكوين وحبوب اللقاح والبيضات لها القدرة على الإخصاب لكن لا يتمش الإخصاب له عشان فيه موجود مانع في السيولوجي يوقف أو يبطئ من نمو الأنبوة اللقاحية داخل القلم ويمنع عن الوصول إلى البيضة في وقت المناسب وطبعا في نظرية احنا قدناها في سنة ثالثة نظرية العوام المضادة التي توقف على الأموات التبادلية أو متبادلة من الأليلات يرمزها بحرف اس من اس واحد حد اس خمستاشر وطبعا اس واحد اس اتنين تبقى طبعا عقيمة لكن ستبقى خصبة ستبقون اس واحد اس اتنين اس واحد اس ثلاثة وهكذا اه ايه بقى اول نهوت هذه هي لا يكون نمو الأمواتي طبعيا اذا احتوى اس واحد اس اتنين اهوت او اس واحد اس اربعة او اس اتنين لكن اس اربعة اس اربعة اس اتنين انا ستبقى عقم عدم توافق الزاتي بنظيف المضادة عشان يتغلبها لها حاجة يسمى الاس اف او عامل لاقصاب الزاتي لا يدخل في تلقاحات ثم يدخل العزال في العامة الرصية فأي حاجة في اس اف اس واحد اس اف تبقى خزبة ان شاء الله الزكري طبعا برضو من زوار مهم جدا ودي مهم عشان الموضوع الخاص عدم تكوين أعضاء التسكيل في الزهرة او عدم اكتمال تكوين تلك الأعضاء بمدرجة تسمح لها ببساطة اي ان حبول اللقاح بيكون حي او عدم قيام الخلايا الامية اللقاح بيوظف وفي نفس الوقت بتكون الزهرة محتوية على اعضاء انسوية بحالة خزبة محتوية على بويضات خزبة وعلى زالة في الزهرة لا تستطيع ان تتلقى بس تقح سائفي خلطي ولكن تتم فيها عملية التلقيه الخلطي طيب الحالة بتاعته عقم زكري سيت وراسي سيتو بلازم يعتمد على الحاجات الموجودة في النواة والسيتو بلازم ودابعا ليهمنا في الموضوع تقول له ان العقم عدم العقم الزكري ده بيساعد مربي النبات التي تكتبها بتساعد مربي النبات انه ما يعملش عملية الخاصة في حالة النباتات اللي هي محتوى على عضو التسكير والتانيس وعاوز اعمل فيها تلقيه تلقيه لها بحرور لقاحية غريبة بيستغني عن عملية الخاصة زي الموضوع الرز والقام العدد الكرموسومي كل النبات بيقى له 2N في N طبعا العدد الكرموسومي اللي هو في الخلية الاسمية بيبقى 2N في النواة بتبقى العدد المتصل يبقى N N مع N في عملية الغصابات تؤدي الى 2N اللي هو الزيجوت وده العدد الكرموسومي اي ان كل النبات بيقى له عدد معين مثلا فيه طرازين طبعا نقول كده بسرعة ان احنا نخدم الكرسي ده كله بس ده اختصار صار شديد جدا بس ابدا قيوم İOPLOID هذا التضاعب الكامل يشمل بجموع من الكرموسومات العمل يوجد أن الامح به توفاجه 42 بسبب وده ثم يؤدي عدد الأساسي في القمح ثلاثة ستة سابعة وهناك العدد الأساسي لا يساوي العدد الجميتي في حالة النباتات المصدعة لكن لو نعمل سنائي يبقى فيه 2.7 و 14 يبقى هنا العدد الأساسي سبعة يساوي العدد الأساسي العدد الجامريطي في النوع السنائي من القبل برسم كذلك يحتوي الجروم على 8 كروموسومان التضعف الكابل بمجموعة فردية جنوم واحد يسمى التضعف مونوبلودي التضعف الصنائي وهو ديبلويد السلاسي يبقى فيه 3 جنوم أربعة جنوم وخمسة جنوم وفيه سلاسي ستة جنوم وهنا نقول له الجنوم اللي هو عباره عن سبعة كروموسومات مثلا بالنسبة للقمح اللي هو العدد الأساسي ويطلق على طبعا أن السلاح التضعف العديد أو متعدد التضعف العديد الأفراد أو العشائل ويحتوي على أكثر من مجموعتين 3 أو 4 أو 5 وهذه شائعة في المملكة النباتية التضعف يعتبر ناتج من الهجوم النوعية المتعددة التضعف الزادي يعني فيه جنوم واحد لكن ما هو؟ هل ستجد من الهجوم النوع يمكن أن يكون هناك سلاسي منه فيه ربعي وخماسي يعني أي ربعية التضعف الزادي أوتو 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 ذاتي تترا الربعية بيرجع طبعا هذا لتشقاق الكروموسومات بعد حلق الإنقسام الإقتزاري ثم عدم حدوث الإنقسام للخلايا يعني الخلية غير مقتزلة خلية غير مقتزلة يديك تضاعف ذاتي هذا يكون أربع أوتو لو زي الأربع أوتو تبلوئي تضاعف الحاجيني هذا الحاجيني يعني إذا كنت تصدر كده هجلنا ما بين نوع A شوف هجروم A طبعا ميدة أكبيرة أكبيرة يديك جميطة A هنا أخر B B يديك جميطة B هجلتهم يطلع الجيل الأولي A مع A مع B طبعا غالبا عقيم عقيم ليه؟ لازم أن تكون عقيم ليه؟ إنه في فردة واحدة بس ها في الزوجية ها في الزوجية ها في الزوجية طبعا لفشل مجموعتي الكروسومات في التزاوج أثناء القسام الاختزالي أو إذا حدث الحالة الثانية من الهاجيني أو إذا ملت لك من شوية إن التحدي 200 غير مختزلتين من نوعين مختلفين يؤدي ذلك إلى إنتاج مثل هذا التضاعف الهاجيني في خطوة واحدة هناك تضاعف الكروبوسومي غير كامل اللبس أنيو غير كامل يعني فيه 2N-1 2N-2 كروسومين يعني Mono 0 يعني 0 0 يعني الزوج كامل موجود هذا نقص كروسوم من زوج ونقص كروسوم من زوج ثاني طني 3N-2 1 تترا 2N-2 كمفر 2N-2 زوج من فردة زوج كرموسوم وهو نقص كرموسوم Ici الفعل الجيني هذا مهم لأنك أتدرى السيادي والفعل المضيف والسة الفائقة والتفوق طبعا السيادة علاقة بين القليلات نفس الموقع وراثي افترض ان السيادة تبه في صفحة ارتفاع النبات فان النبات اللي في كون تركيبه كبيرة يزياره يساوي ده بالضبط ماشي انتظار المضيف علاقة بين قليلات نفس الموقع موقع واحد بس شوفنا ديت علاقة بين قليلات نفس الموقع برضو الموقع واحد يظهر الان اضافي في حالة وجود عامل واحد فى ان الهاجين بين تركيبين اي كبير اي كبير اي صغير اي صغيرة الناتج يكون ايه بيكون منتصروا المسافه واختي بتاعته يعني بين اي كبير اي كبير اي صغير اي صغير السيادة المتفوخة بالطبع في نفس الموقع لكن يكون فيها تركيب الوراس ايه كبيرة ايه صغيرة ايه تفوق في قيمته على تركيب ايه كبيرة ايه ده ودي طبعا النظرية من ضمن نظريات قوة ايه الهجي ايان التفاعل بين ايه و ايه يؤدي لأحداث زيادة في قيمة ايه قيمة اللي سبع التفوق بين علاقات بقى اجهلات موقع مختلفة يعني من موقع اي وموقع بي وموقع سي وديه بيان تظهر فيها النسب اللي هي تسعة الالسبعة ايه تسعة الالثلاثة الالاربعة في حالة تجيب حالة ايه موقعين وراصيين ايه مختلفين ايه بعد كده عبر نتطرق مرضو نعمل بالكلمة على الوراصة او كمدخل او التربية كمدخل لتربية مخامة للأفات بنقول درجة توريس خضرة على توريس صفة المائة من نبات الى نسلة او مقدار ما يساهم به تركيب الوراصي تصريف الكلي ويوجد نوعين من الكفاءة الوراصية درجة توريس بعناها العام وفيه درجة توريس بعناها الخاص او المحدد العام يعبر عن التباين الوراصي اخدنا في حالة اسمها التباين بيه التباين وراصي يقول ان التباين الدرجة توريس بساوي التباين الوراصي مقسومة على التباين الوراصي زي البيئة اللي هو الكل يعني وده البيئة زي الوراصي اعتبر ايه كل فبنقسم التباين الوراصي الوراصي على التباين الكل اللي هو بيشمل التباين البيئة والتباين الوراصي هذه المعنى المحدود ممكن تكيبها بالطرق المختلفة المحدود هو الجزء المضيف نتباين الجزء المضيف على التباين الكل ويشمل المضيف والسيادي والبيئة ونحسابها في الأجياء المختلفة نقدر أهميتها معرفة مقدار التشابه والقرابة بالأفراد معرفة نسبة المكون الوراثي قياس جمية فعل الوراثة وتأثير البيئة معرفة التصنيفات البيئية وفصلها عن التصنيفات الوراثية قياس مقدار التجمع الجزء الأجدف والجزء من التصنيفات تعتمد بقى برامج التربية كل الأبحاث وتلاقي كل حاجة الكفاءة الوراثية ومدى التحسين المنتظر على درجة التوريث ومقدار التأثير الإضافي لأن تأثير الإضافة هو البيورس ولكن الدومنانس والأستيس ممكن يضيع في الطريق تربية النبات عبر الأصور كيفية علماء والناس أفاضل جداً شغالين في هذه الموضوعات وشوفنا بقى الدورة كان شكل وايه في الأول لحد ما يتطور وبقى المودرن كورن ده كان لحبات انترميديت في الوسط تعمل نزود 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 في بعض المحاصيل اللي فيها حاجات تسمى وده العلماء طبعاً من أول كاريريوس وميندل وواتسون وده كلهم وطبعاً الثورة الخضراء واللي يعملون لها الموضوعات يعني أستريني فرانك وموضل أوف تعديد نهيه اللي عمل تفرق بها سعد سعد 1950 وده طبعاً الثورة الخضراء سعد 1970 الهدف كله ان نزود محصول ونعمل سيمد وعرف مقاوم للأمراض ويكون قصير عشان يقاوم الرقاد اللي مشكلة كبيرة جداً في الأيام الأخيرة خصوصاً عام الماضي حصل طبعاً اوقات لمعظم الملكات والمخصبول انخفض بطريقة غريبة برضو دي الطرق التقليدية التربية طبعاً التفارات والانتكاب والكروسيز والحالات دي كلها دي طرق التقليدية بتاعة مربي النبات الطرق بقى الحديثة اللي هي تحتمل بها البيترو والجينوميك الانجينيير الهندسة الوراثية دي طبعاً عشان تزود كفاءة طرق التربية المنتقلة برضو العلوم هنا كلها متعددة الحقيقة العلوم متعددة جداً العلوم متعددة بطريقة غريبة البيولوجي والاكرونومي والفود كواليتي والبيومتري اللي هو الاحصى الوراثي والجيناتيكس والاكولوجي والاكولوجي دي كلها حاجات مهمة جداً جداً وضعفة الانتجية طيب الانشطة او انشطة مربي النبات طبعاً هذه مهمة جداً جداً الانشطة هي بتلخص انت عشان تعمل ايه صفة جديدة بتعمل ايه استحداث التباين او تقليق التباين بعد ما عملت التباين عندك حاجات مختلفة بعمل ايه انتخاب طيب عملت انتخاب عمل ايه تقييم عمل ايه ملتبليكيشن ملتبليكيشن يعني اكثار وبعد كده التوزيع على المزارع ودي بتوقف هايات طبعاً هايات عن طريق مختلفة سبق طرق طبيعية او صناعية بعد كده بنعمل انتخاب بنعمل تقييم بعد كده الاكثار وبعد كده التوزيع على المزارع طبعاً الحاجات بالنسبة للي اخدنا كورس وراسة يعني عم بعرفين ايه الارتباط وايه العبور طبعاً من التركيب الوراثية لانتنتخل كما هي من الاباء الى الابناء فمثلاً التركيبة دي لو هتجنب الاثنين دولات في الحالة الطبيعية بتلاقي نسبته واحد على الستاشر وده واحد على الستاشر انه التركيبة الايه في الجيل التاني لكن احياناً بنجد ان النسبة دي تكون اكبر من واحد على الستاشر ده بيحصل بسبب ايه بسبب حدوث الارتباط حيث سؤالنا اتجان التوزيع الطبيعي بتبقى واحد لواحد واحد لأربعة فئات المظهرية بتاع جيل التاني احتمال حدوث تركيب جديدة وقلت الارتباط طبعاً اقل منها بايزاً ان الارتباط مش ايه مش في صالح مربي النبات في هذه الحالة لذا بيهم المربي اذا كان هناك الارتباط جزء ان التركيب الوراثية تكون نسبة اقل مما يجب اذا اردنا نحصول على تركيب جديدة منزود على النباتات او نحن اعرضها لمطفرات صناعية لكسر الكوموسوم والتخلص من الارتباط عن طريق المطفرات الكيميائية والاشعاعية فا اذا ايه يقولك سؤالي الارتباط له السلاح سوحدين السلاح مفيد في حال الارتباط بين صفاطين مرغوبتين الانتخاب لأحدهما هو انتخاب لأخ لكن اذا كان الانتخاب الارتباط بين صفاطين احدهما مرغوب والاخر غير مرغوب او انتخاب للصفة المرغوبة بسبب مشكلة لانها مختبطة بالصفة الغير مرغوب فيها اذا كان الارتباط جزئي يجب العدد كبير اذا الارتباط تم يجب ان نحدث طفرات مستحدثة عن طريق الاشعاع مثل القطن القطن في زغب يكون اكثر مقاومة الحشرات مقاومة الحشرات ولكن انثبت ان الاصناف العاية سغب يكون قصرة التيلة وأقل متانا اذا تم التهجين ما بين اصناف قطن وبري ارضيء التيلة مقاومة الحشرات في قطن أملس جيد نتجة وابري جيد الصفة الاختلافات طبعا هذه الاساس اللي بيعمل عليها مربي النبات وفيه تركيب الوراسي اللي هو مجموعة الجينات اللي بيكون الفرد وعلى رغم ان تركيب الوراسي هو الذي يعطي العامل الوراسية الا ان المربي دايما بيختار على اساس الشكل الظاهير طبعا المظهر خارج التأثير هذه الجينات على الفرد هو يتوقف فقط على تركيب الوراسي بل يتوقف على عديد من التفاعلات من عامل الوراسة وعامل ايه البيئة فالشكل الظاهيري بيساوي تركيب الوراسي اهو الآخر زائد البيئة زائد التفاعل بين ايه البيئة والايه والوراسة ماشا يا جماعة فيها اكتبار الناس اكتبار الناس بسيط جدا جدا وفويده طبعا اكتبار يطور اداة مهمة فيها المربي ايه اللي بيحصل يتم انتخاف فرد مرغوب الصفات من المجموعة من الابتال ثم يتم ازرع بزرته او حبوب بتاعته لكي نحصل ليه على النسل ثم بقى نعمل ايه نوفحص النسل هذا النسل ويقارن بالايه بالآباء فنادلت الاختبار ده نشوف الصفات ايهما الصفات الوراسية او بيه متأسرها بالبيئة اكتر والوراسة اكتر وهل الصفات الوراسية ده هتقصيلة ايه متمثلة يعني هوموزايجوس ولا ولا خليطة طبعا الكلام في احنا وقت نتكلم بعد ذلك هنقول هوموزايجوس وهتروزايجوس كالنا كلنا هم بدي محاضرة كاملة عشان ليبقى انت تبتكر حاجات انت الحاجات انت تعرفها طبعا اكيد يعني بس سياد بدي مراجعة سريعة عشان مدخل بالخبرة ان احنا نعرف ايه الحاجات ده كلها خلاص يا جماعة كنا تمام الاوامل بتؤدي اثر على مدى ظهور التراكيب الوراسية طبعا من خفاض نسبة وجود التراكيب الوراسية الأصيلة في جماعة الصفات التانية حاجة في حالة الارتباط اللي كلمت علينا شوية حيث ان الارتباط يجعل الجينات المرتبطة ببعضها الكروموسات ليست حرة ماشي واللي ارتباط وقلنا ميل التراكيب الوراسية لان نتقل كما هي والعبور مهم جدا اللي هو تبادل اجزاء كروموسومية بيكملها مع بعضها نتيجة حدوث الكيازمات كيازمات تبادل اجزاء من الكروموسات الغير الشقيقة وزي الرسم ده اللي بتشوفه الوقت ده يمسلك تركيب طبعا مش تدد سوراسة لكن باللحاجات تبقى عارف انت يعنيه عبور يعنيه كيازمة مخيب بقى الحضرات فقلت العبور طبعا لو لا حدوث العبور ما كانش فيه تركيب قراصية جديدة ماشي ده مهم جدا ان المربي لا يعمل الا زي كان فيه تبينات ايزا قراصية زي ما نقول او قولنا قبل كده الفوائد الارتباط فيه بقى حاجة اسمها الصفات الوصفية والصفات الكمية اخدتها برده الوصفية على قليل من العوامل تأثير البيئة تأثير البيئة عليها قليل تأثير الوصفية تأثير البيئة عليها طليل ما ليه ان تم إنصت تأثير الوصفية ما تأثير الوراسي بتكون كبير صح؟ يستندلال على تركيب الوراسي من الشكل ايه, الظاهري تتبع التوزيعات المتقطعة معامل التوريس وكما تتبع التوريس مثل لون الظهرة تفاع النبات وجود الغدد في القط هذه الصفات الوصفية وصفات الوصفية وصفات الكمية الصفات الكمية يحكم فيها عدد كبير من العامل الوراسية تأثير العامل الوراسي صغير لكنها تتصير بيئة كبير تتبع التوزيعات تتبع التوزيعات وعامل التوريس مخفض لا يمكن الاعتماد على الشكل الظهري في الانتخاب للصفات مثل كمية المحصول وحجم السمار هناك علوم صلاة بالتقلوبية مثل علم الوراسة علم انتاج المحاصيل علم الحشرات تصميم التجارب وتصميم التجارب وتصميم التجارب حتى يقدر تقيم الأصلاف الجديدة وتقييمها حسب المعلوية المعلوية ودغير سيكنافكن ثم نوصي بالصوم وكذا لا بد أن يكون على دراية بعلوم أخرى كذلك يكون هناك عاون بين تربية النبات والتخصصات السابقة في مجال تربية النبات الأمور التي يجب انتخاذها يبدأ برنامج التربية يطلب بحوالي 5 إلى 20 سنة يتعرف على احتلاجات المنتج والمستهلك يأخذ رأي المزارعين يأخذ مؤشرات الدلة على التغير في الزوء يضيف صفات واضحة مثل اللون والحجم كلها الخطوط الأسية يجب أن نقوم بعمل إحداث للتباين يتعرف على نباتات ويقيمها تقيم النباتات تقيم النباتات إجراء توقيحات إكثار ونشر الزراعة الصنف الجديد مصادر الجرم يجب أن يكون مصادر الجرم يجب أن يكون مصادر لأي سفة على صفات المقابل الأمراض مثلا سأجيبها من الزب هجيبها من الزب هلأ أصناف العالمية من سؤالات تربية من سؤالات تربية الفائقة من النباتات المتخلقة ومستوردة ممكن الأنواع القريبة في البلك ممكن أهاجم ما بين مثلا الأمهط والراي لكي ننتج التريتكال وفيه بقى دوريات علمية متخصصة وكتابيات الشركات البذورة العالمية ملاكت بقى التصنيفات الوراثية وفيه بابي لوف التفاكرين ومتاع الزبان كانت تصنيفة الوراثية أماكن لنشوق الأصناف وطبعا كل هذه محاولة لكي ننتج أسماء الإنجليزية تصنيفة البي ننتج يزتج وطبعا بامح بامح لانوس وفلاكس الكتان الريب سيد الراي فينوغرينك مهمة جدا البييرس طبعا تبع محاصيل عمول مش لازم محاصيل حق الشعير هو ست الصفوف السيسامي والبيزماط الفابابين الفول الريس دنجان المانجو الأورتم والكوكونات الابريكل البابي الكيوكمبر الخيار كابيش الوص الكروم الصيني نشأت النباتات أصلا من نباتات برية نباتات الأطنية ليست أصلا بالأول الضرة جاء نشأ كيف نشأت من نباتات برية من خلال عمليات الأخلامة والإستئناس والانتخاب الطبيعي في أماكن مختلفة من العالم مرس الانتخاب على زيادات ونجحها في إدخال كثير من التحورات اللي شأنها نباتات الاقتصادية الحالية وطبعاً اهتم الألماء الزراعين بمراكز النشوء للنباتات ونتعرف على التصنافات الوراثية لكي أعرف المصفات الرشجن مبلازمة أعوذ الصفة المقاومة حاجة معينة لكي أعرف هي فيه من الزب ف ف أرى الأصناف النوع الوعية والوعية القريبة لكي نجاح التهجين يسفد منها في تحسين الأصناف الحالية من حصيل التعرض لبعض الكوارث الطبيعية مثل الإصابة بالحشرات أو الأمراض أعلم الروسي يخصب المركز الأصلي النبات المكان اللي نشأ فيه أول مرة وقبالك هذا المكان اللي نشأ تحتويه أو المكان اللي فيه أكبر قدر من التصنيفات الوراثية المختلفة لهذه النبات يتبيز بوجود ايه اختلافات أو فروقات فروق يعني فروق قرصية ولحظوا أن بعض المناطق تحتوي على أنواع نباتية بصورة غير اعتيادية وقسمها إلى 8 أماكن هنقولهم ناتح حالا لكن ايه أهمية أن هذه الأستحاجات دي أن درسها الأكاديمية والأصناف البرية من ناحية نباتية لمعرفة درجة القراوة بينها استفادة من هذه الاختلافات الوراثية الأنواع البرية بزراعتها مباشرة كما يمكن استفادة منها في برامج التربية للحاصلات عن طريق نقل الصفات الوراثية لمقام الأمراض وتحمل الظروف والمقام الحشرات دراسة الظروف البيئية الملأمة لإنتاج المحصول مما يؤدي إلى فهم أعمق لإحتياجات المحصول هناك حاليا بنوك لحفظ الأصول الوراثية وتتجاوز هذه البنوك في الوقت المتحدة الأمراضية ومراكس البحوث العالمية وعندنا في مصرات حاليا بنوك سيد بنك في مركز البحوث الزراعية انتشار هذه المحاصيل كانت انتشارها في الماضي محدود بأمور طبيعية مثل البحار والمصدر والهجرة ولكن الآن أصبح تحسن وضع وإتمام بهذه الأمور المسيطرة عليها مراقباً من كامل الدول والمنظمات المبتصة مثل الفاو وخلابه نطور العلماء أن الكثافة تهمنا كأننا نحرف النبتات التي نشأت فيها ونزرع مثل فول الصورية سنة 1970 فكرنا في المنطقة وخط العرض يتزرع فيها في ولاية المنطاد ونجبنا الأصلاف لكي تلاقي المنطقة المنطقة الأمريكية الشمالية فيها كل المحاصيل تقرأها بعد بعرف مين المنطقة الشمال الأرجنتين وبرزيل برسيم وغلابه المنطقة جنوب أفريقيا المنطقة المنطقة الشمال الأفريقية القمحة والشغير والفول المنطقة الوسط وأرب وأوروبا المنطقة العلم المنطقة القارة الهندية وأستراليا والزولندا والاتحاد السوفيتي والصين هذا كلها مناطق تتوزيع نماتات المتاليات الاقتصادية في العالم وزاعة عالية طبعاً اللي بيتأثر على زي الأعزال للعوامل طبعاً الحالات بقى عوامل اجتماعية الأعداد والتقاليد للعوامل اقتصادية مثلاً تعتمد الزراعة في النطر الغير مقهولة على الزراعة بالميكانة وإلى جانب ذلك هي عادة عوامل التسويق زيادة الطلب على محصول تطلب بعض المحاصيل الأسواق قريبة للتسويق بعضها يحتاج إلى تبريد وحفظ ومتوفر الآن التصنيع بردو يساعد في التوسع الزراعي والأيد العملة والرأس المال والسياسة الزراعية للدول بردو أخذنا في كورس تربية النبات طرقة تربية المحاصيل الذاتية وأن السيراد الانتخاب الإجمالي قد نعرف التفصيل سنة بدت انتخاب السيراد النقية، التهجين، وأنه نسب، تجميع، وتهجين رجعي المحاصيل الخلطية طبعا انتخاب إجمالي، انتخاب على أساس الشكل الزياري، صرف الهاجين، هاجين فردي، زوجي، انتخاب دوري هذا مهم جدا بأنه ثلاث انواع البسيط، القدرة عامة، القدرة على الخاصة، والانتخاب الدولي المتبادل ومن المفترضى اخذنا في الترمي اللي فات وفيه طرق تربية المحاصيل، لدينا فيذاتية ونقصية، وفيه محاصيل خاضري مثل القصب، والبطاطا، وكثير من الحشائش اللي بتاع العلف فيه بقية انتخاب الكلونات، كلون عبارة عن سلالة نقية ويطلق عليها كولون ويتفرق عن المعاصيل الخلطية والمعاصيل ذاتية تتقاصه على أساس الانتخاب الكلون المتفوق في الصفات الخضرية والمحصول من الصم على أساس المظهر مقصوب بالكلون هنا مجموعة من نباتات نشأت من نبات واحد بوسط تكاثر الخضر وكثار الكلون الفرع بين الكلون والPure Lime والإمبردلين وكثار الكلون وكثار الكلون وكثار الكلون وكثار الكلون وكثار الكلون ممكن تهاجم بين الكلون على أساس التهاجين الفردي المجموعة من النباتات عن طريق الانتخاب بطريقة الكلونات السابقة ويحصول على متأج المجيل الأول طبعا في هذه الحالة تدفع النبات للتزهير وكثار الكلون وكثار الكلون وكثار الكلون أو نقوم بعمل صنب تركيبي بخلط هجم متفوقة ونقلطها مع بعضها بنسبة متفوقة كثار الكلون شكرا تقناة الحقيقaka توجد من الأجد تطبيق الناغات التقنيط الكلون تقنيط الكلون التهاجين الجسمي تقنيط الان كل زود الدلاء المستخدام عنوانه وهي ويأم� reinforcing وماشيطة !! اقسم الانتخاب وسط الدلاء الحقيق وانتخاب الجينات المنطبطة بالجلال التطبيقات العملية مهم من التأدير البعض الوراسي تحديد الجينات تحسين الإنتاج في برامج التهجين الرجعي عمل البصمة الوراسية للأصناف انتخاب النباتات لتحمل صفات وراثية مرغوبة التعرف على الهجن الجسمية وانتخاب النباتات الوحادية المجموعة الكرونسومية وانتخاب النباتات السنائية من الزراعة المتوبة وحبوب اللقاء هذه سئلة تبص فيها وتعرف معظمها تقريبا معظمها تقريبت المحاضرة وشتع لك بسيطة لكي تتعرف أن يجب تحرق في المحاضرات بإذن الله تعالى شكرا لكم حضور بقى وحصل الانصاب ارجو يكون في حصل الانصاب ربنا وفقكم إن شاء الله يكون بداية خير لأن هذا المقرر مهم جداً من الحاجات التي تكلف فيه ثبات في المتاج الزراعي في مصر وفي جميع البلاد ننتيجة أن نشوف مشاكل كتير جداً جداً في زراعة الأصناف وعدم استمرارها ونكرم لها طبعاً الأسئلة تتعامل في تقرير وتتجاوبها والأي أسئلة مش بس بعد ما تقرأ حضرتك المحاضرة وتقرأها بتفصيل وترجع برضو كتب الوراسة شوية معلش جزاكم خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته